في السنوات الأخيرة تغسع تدريبات الريد فلايك لتشمل بشكل كامل مجالات الحرب المختلفة كالحرب الإلكترونية والفضاء وحروب الشبكات والإنترنت كما شملت التحديات الحديثة كعملها في بيئات محظورة من نظام جي بي أس ومن المحتمل أن تدمج هذه التدريبات لعام 2021 طرقا جديدا لمشاركة البيانات والشبكات القتالية وتحسين مستشارات إطلاق النهر وبحسب تقرير لسلاح الجو الأمريكي فالتدريبات الريد فلايك تضمنت مشاركة 2400 شخص من 20 ولاية وثلاثة دول بالإضافة لاستخدام مجموعة متنوعة من الطائرات القتالية كالF22 والF16 والF15E والA10 وطائرات النقل كالكي سي 135 وقد ذكر سلاح الجو الأمريكي أن التدريبات شملت أيضا قادفات البي وان والبي تو وخلال المناورات يتم دمج القوات القتالية عالية التقنية عن كثب مع قوات الفريق الأحمر والذي يمثل القوة معادية في التدريب ضد تشكيلة متكاملة من منصات وتكنولوجيا القوات الأمريكية فمعظم تقارير الجيش الأمريكي عن التمرين ريد فلايك تشير على وجه التحديد لأهمية الحرب الشبكية Networked Warfare المتعددة للمجالة والأسلحة وخلال تدريبات الـ Red Flag 21 سيتم توظيف قدرات الحرب الإلكترونية والفضائية والتي تعمل على دعم أهداف الأمن القومي الأمريكية كما سيتم استخدام القدرات الإلكترونية الهجومية عبر شبكات البيانات المعادية والتي تؤثر على قدرة تلك الشبكات على تمرير البيانات أو العمل بشكل أفضل في جميع البيئات القتالية وفي السنوات الأخيرة أحرزت القوات الجوية الأمريكية تقدماً كبيراً في تطوير منصاتها القتالية حيث ركز الكثير منها على تحسينات الشبكات والاتصالات والقيادة والتحكم بين العديد من النقاط والتي تتضمن الطائرة ومحطات التحكم الأرضية والطائرة بدون طيار والأسلحة الموجهة عن طريق الأقمار الصناعية وقد اجرت القوة الجوية في الأشهر الأخيرة سلسلة من أنظمة إدارة المعارك المتقدمة والتي تضمنت في جولات تدريبية الأوما يعرف بالأون رومبس لتعمل على ربط القادفات بالطائرات بدون طيار والطائرات المقاتلة الأخرى والأنظمة الاستخباراتية الأرضية في نفس الوقت وفي أحدى التجارب الحديثة مكنت شبكات المراقبة المتقدمة وأجهزة الاستشعار مدافع الهوتزر الأرضي من إطلاق صاروخ اعتراضي فائق سرعة لتدمير صاروخ كروز كان يقترب من اختراق الدفاعات الجوية ونتيجة لهذه التدريبات والتطورات في شبكات الأسلحة فمقاتلة جيل الخامس والطائرات الأقدم كالأففتين والبيتو في طور التحسين مما يخلق سلسلة من تطوير الاتصالات والتي من المحتمل أن تعمل على تغيير تكتيكات الحرب وإذما أصبحت الأنظمة الأساسية مشتتة وتعمل في مجالات مختلفة وأماكن مختلفة بالتالي ستعمل على مشاركة تفاصيل الاستهداف والمعلومات الاستخباراتية عبر مسافات جاسعة وهذا بدوره سيعمل على تغيير تكتيكات الحرب بشكل كبير للأفضل وتتيح التطورات التقنية الحديثة كتطبيق وصلة البيانات لينك سيكستين والعديد من الشبكات الراديوية والتي تعمل بشكل متزهد على تمكين الاتصالات الثنائية بين طائرات الافتوينتيجو والافتيرتيفايف فعلى سبيل المثال من شأن هذه التقنية تمكين مستشارات الافتيرتيفايف من العثور على أهداف عالية السرعة ومناورة الافتوينتيجو لتدمير أهداف في اجتباكات الجوجو وطائرات الففتين والبيتو من بين طائرات أخرى حاليا في طور التشغيل بسرعات معالجات أكبر وأكثر قوة فالقاذفات بيتو تمتلك معالج كمبيوتر أسرع بألف مرة من الأنظمة الأقدم ويتم إضافة عنظمة ومستشارات جديدة لهذه الطائرات لاكتشاف الأهداف الجوية بشكل أسرع ومناورات وتدريبات العالم الأحمر هي تدريبات قتالية جوية متقدمة مدتها في العدة إسبوعين من الزمن وتقام عدة مرات خلال السنة من قبل القوات الجوية الأمريكية وتهدف إلى القيام بتدريب واقعي على القتال الجوي لطيارين العسكريين وأعضاء طواقم الجيش الأمريكي الأخرى بالإضافة للدول الحليفة وكل عام تقام من أربعة إلى ستة تدريبات ريد فلايك في قاعدة نيليسا التابعة للقوات الجوية الأمريكية في ولاية نيفادا بالإضافة لأربع تدريبات أخرى تقام في قاعدة أيلسون في ألاسكا وقد تم أجراء تدريبات الريد فلايك أو العالم الأحمر لأول مرة في عام 1975 فتضمنت أطقما جوية من القوات الجوية الأمريكية والبحرية الأمريكية ومشاة البحرية والجيش الأمريكي والعديد من القوات الجوية لحلف ناتو والدول الحليفة الأخرى وخلال هذه التدريبات يكون الهدف منها هو زيادة الاستعداد القتالي والقدرة على المقاومة من خلال توفير بيئة تدريب واقعية ومنتدى تدريب مقبل طيراني وبعده ويشجع على التبادل الحر للأفكار بين الدول المختلفة ولتحقيق ذلك تنخرط الوحدات القتالية للولايات المتحدة والدول الأخرى في سيناريوهات قتالية واقعية يتم إجراؤها بعناية في القاعدة الجوية الأمريكية والتي تتواشد شمال غرب لاس فيكاس أضغط مساحة 111 كيلومتر فهذه المساحة الشاسعة تسمح بإجراء التدريبات في نطاق هائل وخلال تدريبات العالم الأحمر تشتبك القوات الزرقاء وهي القوات الحليفة مع القوات الحمراء المعادية في مواقف قتالية واقعية وتتكون القوات الزرقاء من وحدات من قيادة القتال الجوي AWC وقيادة الحركة الجوية AMC بالإضافة للقوات الجوية الأمريكية في أوروبا وقوات المحيط الهادئ والحرس الوطني الجوي ووحدات طيران أخرى عديدة والتي يقودها جميعا قائد من القوات الزرقاء والذي يعمل على تنسيق الوحدات في خطة تشغيلية معينة أما القوات الحمراء التي من المفترض أن تكون قوات الخصم والتي تستخدم طائرات الـ F-16 والـ F-15 لتوفير تهديدات جوية واقعية من خلال محاكاة تكتيكات تهديدية مختلفة ويتم تعزيز القوات الحمراء أيضا من خلال وحدات أخرى من القوات الجوية الأمريكية والبحرية الأمريكية وسلاح المشهد الأمريكية بالتنسيق مع الدفاعات الأرضية والاتصالات الإلكترونية ومعدات التشويش وهو ما يحاكي نظام دفاع جوي متكامل وواقعية ويعد نظام قياس واستخلاص المعلومات RFMDS هو أحد العناصر الأساسية لتدريبات الـ Red Flag فهذا النظام هو عبارة عن شبكة من أجهزة وبرامج الكمبيوتر التي توفر المراقبة في الوقت الفعلي والحقيقي ويعادة بناء المناورات والتكتيكات بعد إتمام المهمة بالإضافة لتكامل أهداف النطاق والتهديدات المتاحة ويقوم قادة القوات الزرقاء بتقييم موضوعي لفعالية المهمة والتحقق من الدروس المستفادة منها من خلال البيانات التي يوفرها نظام الـ RFMDS ترجمة نانسي قنقر